السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سيكون درسنا عن هورنر في الطرائق يلي منحل الطرائق الخطية في التحليل العددي طبعا هاي سلسلة كاملة لكل اشياء في التحليل العددي بإذن الله رح نعرف اشياء عن هورنر هناخد مثال ونشوف كل شي بالنسبة إلى أول شي بهورنر شو هي فائدة هاي الطريقة يلي اسمها هورنر تعملنا كذا الشغلة ايجاد قيمة الكثيرة الحدود وناخد قيمة المشتقات وكمان مثل قسمة حاصل قسمة وباقي القسمة وايضا ايجاد منشور طيب كل هالاشياء عنا اربعة اشياء رئيسية نرجع نعيد شو كانوا هنا ايجاد قيمة كثيرة الحدود ايجاد قيمة المشتقات مثل قسمة حاصل قسمة وباقي القسمة وكثير حدود على كثير حدود ايجاد منشور تايلر لكثير الحدود طيب في عنا خطوات للحل شو هي خطوات للحل هنحكي عنا في البداية متل اي درس عادي هنحكي عنا بالحكي النظري بعدين رح تبقوا على مثال اول خطوة بدي اياها نضع خلينا نكتب نضع امثال في اول سطر نضع الامثال في اول سطر هي اول خطوة ثاني خطوة رح يعطينا xo هاي ال xo رح اضرب بقيمة xo هلأ رح نشوف شو يعني طيب واخر جواب رح يطلع لي هون هلأ رح نشوف في الجدول رح يكون هو جواب المشتق طيب عنا اول شي بدي اطلع a0 a1 a2 a3 طيب هي بي ال xb بي مشتق ال xo على واحد طبعا هدول كلهم هلأ بالمثال رح يوضح لانو هلأ ما رح تفهموا شي انا بعرف طيب xo على اثنين ثلاث مشتقات xo على ثلاثة طيب قانون تايلر اش قانون تايلر هو هاد القانور هاد القانون كمان هلأ بالمثال رح ناخده طيب نبدأ بالمثال شو هو المثال يلي رح ناخده اوجد قيم السؤال اوجد قيم مشتقات المتتالية لكثيرة الحدود طيب اول شي بي ال x يعني عنا تابع تنين اكس قوة اربعة ناقص ال x تربيع زائد ثلاثة اكس زائد الخمسة هذا هو السؤال طيب وعطانا نقطة بدء يلي هي ال x هي سالب واحد اذا السؤال عطانا هاي وهاي بده قيم المشتقات هاي اول طلب بده يا ثم لسا ما خلص طلب ثم اكتب منشور تايلور وهلأ رح نعرف كيف ننوجد منشور تايلور بس قبل ما ابدأ رح نلاحظ انه هون عندي اس اربعة فرح سميه هون اس اربعة تمام تمام طيب كيف بدي ابدأ حل هذا هو التابع يلي انا عندي طيب في البداية شان نلاقي المشتقات ومنشور تايلور لازم نعمل جدول كيف بدي ابدأ حكينا اول خطوة نضع الامثال خلينا نحط الامثال امثال ال x اثنين امثال هون ما عندي x ثلاثة هون x اربعة ما عندي x ثلاثة اذا بحط صفر هون سالب واحد هون بحط ثلاثة هون بحط خمسة طيب طيب هلا بحط خط هاد الخط نعمل هيك نحط هون الشخطة هلا نحن عرف شو فائدت الشخطة بكتب على جنب x تساوي سالب واحد النقطة اللي اعطاني اياها السوق الان نوقف شو لازم نعمل اول شي نجمع اثنين زائد الشخطة الشخطة هعتبره صفر اثنين زائد الشخطة اذا الجواب اثنين الان اثنين ضرب السالب واحد هيك ضرب السالب واحد اذا نعطيني الجواب سالب اثنين وراح حطه هون هلا نجمع صفر زائد سالب اثنين سالب اثنين ارجع اضرب سالب اثنين ضرب سالب واحد يعطيني اثنين وارجع بجمع سالب واحد زائد اثنين تعطيني واحد بهالطريقة واحد ضرب سالب واحد يعطيني سالب واحد ثلاثة نق واحد يعطيني اثنين الان ركزوا معي اثنين ضرب السالب واحد سالب اثنين هون 3 طيب هلأ هذا الجواب نحط عليه هيك يلي طلع معي اسمه A0 واسمه P يعني كأنه عوضت سالب واحد في هذا التابع أعطاني 3 طيب ركزوا معي مشامل أخي نوجد مشتقات ونوجد منشور تايلور هلأ نكمل كيف لأكمل بحط شخطة تحت أول رقم طيب طيب بحط كمان خط وبحط X0 تساوي سالب واحد طيب نكمل نجمع 2 زائد 0 2 ضرب سالب واحد تعطيني سالب 2 هون سالب أربعة هون عم نجمع وعد بعدين نضرب هون 8 طيب عفوان أربعة هون 1 زائد الأربعة تعطيني خمسة خمسة ضرب سالب واحد سالب خمسة هون سالب ثلاثة الآن بوقف ما رحكمل ليش لأنه كل شوي عم ناخد الأصغر منه كأنه درج أخذنا سالب ثلاثة هاي شو رح تكون A1 يساوي P فتحة أي المشطق للسالب واحد على واحد عاملي تساوي السالب ثلاثة طيب طيب رح نكمل نحط شخطة بحط خط X تساوي السالب واحد نجمع نفس الشي وقفنا أخذنا أدعش هاي هي A2 في P فتحتين أي مشطقين على 2 عاملي تساوي الأدعش نرجع نكمل نحط خط شخطة X تساوي السالب واحد برجع 2 طيب ضربنا سالب 2 سالب 8 أخذنا الجواب هي A3 تساوي 3 مشطقات للسالب واحد على 3 عاملي تساوي سالب 8 نرجع سالب واحد شخطة 2 هاي هي A4 تساوي 4 عاملي تساوي الأتنين طيب أخذنا هدول كلهم صار عنا كأنه الدرج الآن قبل ما أطلع المشطقات بدي أطلع منشور تايلور طيب قبل ما نطلع المشطقات إذن أكتب هون منشور طايلور إيش هو منشور طايلور في البداية منشور طايلور بدي يكون عبارة عن P الأكس يساوي بنحط أول قيمة متل ما هي ثلاثة زائد هلا زائد شو تاني قيمة بس هون إشارتها سالب فبحط سالب الثلاثة بفتح قوس هون في عنا قوس الأكس ناقص الأكس أو شو هي الأكس أو أنا عندي إياها هي عبارة عن سالب واحد فصارت طيب فصار عندي أكس زائد الواحد الآن بحطه هون أكس زائد الواحد بعدين منشوف شو أسه واحد زائد منضيف البعده دعش أكس زائد واحد دربيع بعده سالب الثماني في أكس زائد واحد تكعيب زائد اثنين في أكس زائد واحد مربع هذا هو منشور تايلور طيب أنا لو بدأ المشتقات كيف تطلع المشتقات طيب المشتقات مشان طلع القيم مشتقات شيعني مشتقات يعني بطلع هاي البسط 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 طيب كيف تطلع بساوي وسطين ضرب يعني ضرفين بوسطين فطلع عندي أول واحد اللي هي ثلاثة هون بضرب كمان نفس لما ضرب طلع عندي شو يعني واحد ضرب سالب ثلاثة طيب بعدين سالب واحد يعني الخلاصة هي سالب ثلاثة على سالب واحد شو سالب جواب ثلاثة طيب هلا نحن ما بنوضرب السالب واحد في هاي لا فورا الجواب يعطينا إياها مباشر يعني هاي بضرب ها بسطرف الثاني هاي بضرب يعني سالب ثلاثة ضرب واحد يعطينا سالب ثلاثة داعش ضرب اثنين وعشرين سالب 8 ضرب ثلاثة ضرب عامل الثلاثة هي سالب 98 وبعدين 2 ضرب 48 بعدين عندي داعش ضرب 4 يعطيني كمان 48 أيها المصدر ترجمة نانسي قنقر